موقف الفصائل الرافضة لما تم التوصل إليه في سوتش الروسية يهدد بنصف اتفاق إدلب المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الجماعات المقاتلة من أحرار الشام وفيلق الشام والفرقتين الساحليتين الأولى والثانية ترفض تنفيذ بنود الاتفاق الترك الروسي القاضي بسحب السلاح الثقيل من شمال غرب سوريا حيث رصد قيامها بحفر خنادق الإخفاء السلاح الثقيل ضمن المنطقة المقرر نزع السلاح منها مشيرا إلى مواصلة تلك الجماعات عمليات حراسة نقاطها وتبديل نوبات الحراسة داخل المناطق المقرر نزع السلاح منها ناهيك من مراقبتها لخطوط التماس مع قوات النظام وحلفائها المرصد أكد كذلك أنه لم يتوصل إلى معلومات تفيد بسحب هيئة تحرير الشام آليات ثقيلة ومدافع هون أسوة بالفصائل التي بدأت عمليات نزع السلاح منذ أواخر سبتمبر الفائت في السياق ذاته أشار المرصد إلى اجتماعات سرية تجري بين الجماعات المسلحة في محافظة إدلب وبين المخابرات التركية حول آلية التوصل لتوافق كامل وفرض منطقة منزوعة السلاح على الجميع إلين يوسف العربية